بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم تحية طيبة وبعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة بعنوان أطعم طعامك بدأنا قبل كده في سلسلة سلسلة الطريق السعادة ووصلنا في الخاطرة السابقة إلى الحديث الشريف الذي يقول أفشو السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس ونيئا واتكلمنا في الخاطرة السابقة عن أول جزء فيها وهو أفشو السلام والنهاردة بإذن الله هنكمل معكم اطعام الطعام طبعا هنكلمنا في خواطر السابقة عن الكرم تمام وقلنا إن الإنسان الكريم إنسان نبيل وإنسان من العظماء وإنسان ربنا وقاه شح نفسه وقلنا الحدود ما بين الكرم وبين السفاة أو الإصراف تمام وطبعا نتكلمنا عن البخل وإن هو أديه وخلق ذميم يعني فطعام الطعام هو طبعا جزء آآ من الكرم تمام آآ احنا عارفين إن الكريم هو إنسان معطاء تمام يعطي آآ كل من حوله آآ ولا السيامة طبعا أقاربه وأقارب الأقربين آآ ولا يضع حدود للعطاء طالما إنه يستطيع إنه هو يفعل ذلك آآ ما لم طبعا يؤثر ذلك على آآ حالته المادية عشان ما يقدرش إنه هو ينتقل من الكرم إلى السفاة أو إلى الإصراف والحياء إنه آآ الكرم آآ والانفاق في سبيل الله آآ من الصفات العظيمة جدا للمؤمن ودايما هما مرتبطين ارتباط توثيق به فنديرا ما تجد إنسان بخيل لأنه يكون إنسان مؤمن يعني آآ لأن الإنسان البخيل ده قلنا بيفقد آآ ثقته أو ما عندهوش ثقة في الله سبحانه وتعالى ما عندهوش ثقة إن ربانه سبحانه وتعالى كده كده حيرزقه آآ دايما خايف من المستابل دايما خايف من بكرة آآ دايما مرعوب من آآ الأحداث اللي هتحصله لكن هو في النهاية إنسان غير ذكي آآ لأنه في نهاية يقضي كل حياته يعيشها كالفقراء تماما لأنه لا ينفق ماله عليه ولا على آآ أولاده ولا على أقربه وبالتالي بيظل يعيش عيشة الفقراء حتى يموت ولا يستفيد من كل هذا المال الذي كان ذاهو آآ ويحوشه ويظن إن هو حيفيده في المستابل لكن المستابل بيجي وبينتهي وهو لم يستفيد من هذا المال طيب ليه إطعام الطعام بالذات آآ رسول سبحانه رسول آآ رسول صلى الله عليه وسلم ليه آآ أوصى بالذات آآ بإطعام الطعام آآ دون يعني عن إعطاء آآ المال أو غير ذلك في هذا الحديث آآ طبعا لإنه آآ طعام الطعام آآ في آآ كذا ميزايا أولا انت آآ في ناس كتير آآ أولى أولوياتها انها تأكل وتشرب تمام يعني في ناس آآ من شدة فخرها آآ حتى الاكل والشراب لا تستطيع ان هي آآ توفر لنفسها فلما انت تطعم الطعام تمام فانت وصلت لهم الحاجة الرئيسية اللي هما بيدوروا عليها آآ في حياتهم آآ ووصلتها طبعا بشكل كريم وشكل محترم آآ وبالتالي آآ يعني اغنتهم عن السؤال واغنتهم عن الجوع آآ وغير ذلك وحتى ان الناس العادية آآ يعني بيقولوا في الامثال يعني ان الجوع كافر بمعنى انه الجوع ده بيجعلك انك انت تفعل اي شيء من اجل انك انت تضيعه وانه هو مؤلم جدا آآ يعني اشد الاما حتى من الكفر ومن القاء النفس في آآ جهنم بالكفر الله والعزو بالله تمام آآ وبالتالي بيجعلك دائما آآ في حالة صعبة آآ بتنظر الى الناس ولاينك انت محتاج محتاج بشدة يعني واجعان يعني فبالتالي آآ لما انت بتطعم الطعام فانت بتغني الناس آآ السؤال وبتوصلهم اهم حاجة آآ هما بيدوروا عليها بشكل كريم وبتغنيهم كمان عن الانحراف من اجل توفير المال من اجل الطعام آآ الحاجة التانية انك انت عموما لما مثلا بتعمل وليمة وبتعزم فيها الاقارب والناس الاصدقاء وكمان بتعزم فيها الفقراء تمام فانت بتعمل آآ شيء اجتماعي يعني بتعمل علاقات اجتماعية بين الناس والناس دايما آآ بتلاقيهم فرحانين وهم راحين يقولك احنا راحين وليمة عنده فلان بسبب آآ عرص مثلا او احنا راحين وليمة عنده فلان بسبب ان ابنه نجح مثلا آآ في الدراسة او ان آآ راحين عقيقة مثلا آآ عشان عقيقة ولد فلان يعني الناس دايما بتحس انها مناسبة سعيدة جدا وهي مناسبة فعلا الناس بتلتقي فيها آآ بيبقوا يشعرون بالنشوة وبالسعادة وبيبقوا فرحانين آآ وبالتالي اطعام الطعام هو مناسبة جميلة لتجميع الناس تمام وتحسسهم انهم آآ كلهم شيء واحد كلهم عزمين على نفس القدر يعني انا عزمت فلان وفلان وفلان كلهم زي بعض كلهم مكانتهم بالنسبة لي واحدة تمام فمسلا مش عملت حفلة خاصة لآآ الاخارب وحفلة خاصة للكبار او رجال الاعمال او غير ذلك وحفلة اخرى عملتها للفقراء لا ده ما بعمل انا آآ وليمة واحدة او حفلة واحدة او بطعم اطعام لمجموعة آآ مع بعضيهم آآ من طبقات اجتماعية مختلفة ده بيحسسهم بيذوب الفوارق ما بين الطبقات وبيحسس الناس ان هم قريبين من بعض وان هم شيء واحد وان هم كتلة واحد بالاضافة طبعا انك انت لما بتطعم الطعام انت بتشجع غيرك انه يعمل نفس الفعل يعني تمام وآآ احنا حتى ارتبطت عادتنا وتخلدنا آآ في اي مناسبة بالطعام تمام فتجد يعني ان البعض بيحتفل بالمورد النبوي بنوع من الطعام مثلا في الناس بتحتفل آآ طبعا في عيد الفطر بنوع معين من الطعام مثلا الكحك والحلويات لغير ذلك وطبعا عندنا عيد الاضحى بيتميز مثلا بالاضاحي والحوم لغير ذلك آآ في الناس عموما ارتبطت آآ عادتها وتخلدها آآ في المناسبات الاجتماعية باطعام الطعام وهي فتوها فرصة زي ما احنا قلنا بتليد تأليف القلوب وفرصة لتجميع الناس وفرصة للمتخاصم ان هو يقابل خصمه ويتصلحه يعني بيئة بتبقى بيئة مناسبة جميلة مفرحة مبهجة من اجل تذويب الفوارق بين الطبقات ومن اجل الصلح بين المتخاصمين ومن اجل صلة الرحم ومن اجل كل شيء جميل. وبعدين احنا طبعا لما تجد النهاردة ان كلنا مسلا في آآ في حفلة عند فلان. تمام? آآ ونتفق اوضح احنا بكرة راحين لفلان التاني عشان حفلته التانية. وبعد بكرة عند شخص اخر وهكذا. لان كل الناس بدأت تشجع ان هي تعمل آآ الشيء الكويس ده. وبالتالي كل نفس المجموع دي بتتنقل من بيت فلان لبيت فلان لبيت فلان في مناسبات من اجل طعام الطعام الى غير ذلك. فبتجي دي الناس قريبين من بعض الناس مرتبطة ببعض الناس متلحمة ببعض. آآ وزي ما احنا قلنا قبل كده في صلة الرحم ان يمكن صلة الرحم من اهم ميزاتها ان هي بتجعل المجتمع كله قريب من بعضه. المجتمع كله عارف بعضه وعارف مشاكل بعضه. آآ وحاسس ببعضه. وبالتالي المجتمع قوي. وبالتالي المجتمع يصعب اختراقه ويصعب آآ تفكيكه. او آآ حدوث الفتنة آآ فيه. وبما اننا يعني ماشيين في طريق السعادة فبالتالي يطعام الطعام هو في حد ذاته بيسعد الناس. تمام? وانت كمان طبعا لما بتعمل شيء جميل زي ده انت نفسك بتحس بالسعادة. آآ وبالتالي يبقى احنا ماشيين فيه ضربنا على طريق السعادة. اغسل قلبك. حاسب نفسك. اطمئن. آآ اطفق حريقك او غضبك. آآ ويقفشوا السلام. آآ ويطعموا الطعام. شكرا لكم واتمنى ان شاء الله ان خاطرة النهاردة تكون افادتكم. ونلتقي في خواطر اخرى جديدة ان شاء الله قريبا. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.